اشهد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها السبقات التأهيلية المحلية للقدرة التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة في ثاني سبقات الموسم الجديد 2022-2023 وأكد سموه أن الأقبال الواسع على المشاركة في سبقات القدرة المحلية يؤكد المسيرة الناجحة لهذه الرياضة التي فتحت المزيد من الآفاق في الفترة الماضية وساهمت كذلك في تحقيق العديد من الإنجازات الخارجية في ظل ما تلعبه البطولات المحلية من دور كبير في تأهيل الفرسان وأوضح سموه أن مشاركة 151 فارسا وفارسة من مختلف الإستبلات المحلية وتواجد فرسان من خارج المملكة يؤكد بأن الموسم الحالي سيكون أكثر إثارة وتنافسا بين الجميع متمنيا سموه الإستبلات والفرسان التوفيق في السباقات القادمة هذا وقد احتضلت قرية البحرين الدولية للقدرة سباق 40 كم تأهيلي محلي حيث تصدر السباق الفارس جابر بدر من فريق الزعيم فيما تصدر السباق 80 كم الفارس حمد هلال الخاطر من فريق الفرسان هذا وسوف تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة تنظيم سباقات دولية لمسافة 140 كم و120 كم و100 كم حيث يتوقع أن تكون مثيرة وحماسية في ظل رغبة الفرسان في الصعود على منصة التتويج والحصول على أول ألقاب الموسم